تحية طيبة لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم ومواصلين معكم تغطيتنا لمعرض كوميكس 2023 ومثل ما تابعته خلال الدقائق الماضية كانت هناك مجموعة مقابلات منوعة سواء من خلال المشاركات الحكومية أو من المشاركات الخارجية الموجودة في المعرض والملفت هذا العام وجود عدد من الكليات والجهد والجامعات والطلبة المشاركين سواء من خلال تطبيقات من خلال مبادرات من خلال كذلك عرض هذه الفرص على مختلف الشركات وإمكانية الاستثمار فيها معنا الآن في الستيديو الفضل بن الخالد البوسعيدي من جامعة التقنية والعلوم التقنية بالمصنعة ومبادرة من ضمن المبادرات المشاركة في هذا المعرض وهي موقع بوصلة أهلا وسهلا بك الفضل أهلا وسهلا أشكركم لذاعة شبيبة لتاحة الفرصة الحديث عن منصة بوصلة يا مرحبا وسهلا فيك الفضل ويعني وجودكم مميز أكيد داخل معرض كوميكس 2023 من خلال المبادرة اللي تبنيتوها وقدمتوها لفئة مهمة جدا يعني من فئات المجتمع نتحدث عن طبيعة مشاركتهم في كوميكس وكذلك عن موقع بوصلة في بداية الأمر موقع بوصلة هو موقع يتيح لأصحاب ذو الإعاقة أنه يبيع منتقاتهم من خلال الموقع الموقع ما يأخذ عليهم أي نسبة موقع مقاني حالهم فقط مخصص لذوي الإعاقة نزيل كذلك يتيح لهم أنه في حالهم استشارات مقانية يدعمهم بالأشياء اللي هم يحتاجوها داية أنه كان هذا الموضوع دعما حال هذه الفئة أفضل من أنه ندعمها ماديا هذا القانب بالنسبة له نفسيا يخلي ثقة تزيد أكثر نعم وفي استدامة وفي استدامة بدأ على أنه نحن أعطيه ماديا موضوع أنه أنا أشترم عنده أفضل من أنه أنا أعطيه ماديا نعم فهذا يعني أعطاه صورة طيبة عن الموقع وكذلك تقبلهم أنه يبيعوا منتقاتهم من خلال موقعنا نعم الفضل من وين ياتي الفكرة يعني أنتوا أكيد كفريق قلستوا ومخمختوها شوية عشان توصلوا إلى يعني هذا الشكل للموقع وهذا الفئة المستهدفة فكيف وصلتوا إلى هذه الفكرة طبعا بناء على العدد الموجود عندنا في السلطن عندنا أكثر من 42 ألف من ذوي الإعاقة يعني فئة كبيرة بغير أن نوصلها بالسوق وكذلك بدأ على أنه يكون يعني مكان في حالهم يدعمهم كانت الفكرة أنه مطلق هذا الموقع الإلكتروني داعم حالهم ولمنتقاتهم كذلك نعم وما بس كذا هذا حلقة وصل مع يعني الأماكن اللي تدعم هذا مثلا يكسبوهم مهارات وكذا في مثلا مدارس عندنا أتاحت حال بعضهم أنه يتعلموا مهارة معينة ويكتسبوها مثل الحرفية وهذا فأتاحت لهم أنه مصدر دخل حالهم جديد وكذلك فيه استدامة ومصدر رزق حالهم كم عدد المسجلين حاليا في الموقع من الأشخاص دا والإعاقة؟ حاليا نحن واصل إلى 25 شخص وإن شاء الله العدد في ازدياد نعم ما هي طبيعة المنتقات التي تقدم من خلالهم؟ حاليا هي عبارة عن منتقات وليس تخدمات الأغلب يعني نعم أيو فهي تتنوع بين ملموسة ومثلا منتقات مختلفة متنوعة نعم أكيد أن مواقع مثل هذه وخدمات أو حتى إن شاء الله إذا تطور وصار تطبيق يعني يحتاج لها شيء من الوقت حتى تنضج وحتى كذلك يعني يتم الترويج لها بشكل صحيح لأن مهم ممكن الفضل مثل ما الفئة المستفيدة لهم ذوي الإعاقة كذلك الفئات الأخرى اللي ممكن تشتري هذه الخدمات تكون على معرفة وعلم بهذا الموقع فما هي خطتكم التسويقية لموقع بوصلة؟ حاليا عمل الفريق أنه يشارك مثل هذا المعارف وكذلك يتعاون مع القهات المعنية اللي هي حلقة وصل بين الموقع وهذا الأشخاص بشكل مباشر كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه المناسبات هي فرصة كبيرة حالنا أنه نقدر نوصل حال الفئة المستهدفة وكذلك القهات المعنية اللي ممكن توصلنا حال هذا الأشخاص وتخبرهم ما نعرف أنه إمكانيات هذا الأشخاص ما مثلنا نحن أنه عندهم وسائل يقدر يوصلوا حال هذا النوع المواقع نعم يعني ما أريد أتعمق واقد لكن أكيد أنتم حاسبين حساب لكل شيء كلفة تشغيل هذا الموقع يعني كيف ممكن تغطوها لأننا نعرف أن المواقع عادة تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى حجز مساحات معينة تحتاج كذلك إلى من يتابعها أكيد أنتم كفريق شغالين ولكن لضمان هذه الاستدامة محتاجين كذلك معرفة هذه الكلفة وكيفية الاستمرار في نفقاتها وتغطية نفقاتها سؤال رائع في حقوق الملوخة عبدالله في البداية كانت قهود شخصية من الفريق كتمويل حال هذا الموقع وكذلك هي مبادرة من الجامعة الجامعة التقنية وعلوم التطبيقية فالنفقات كانت من هناك وإذا في قهات معنية ودها تدعم المشروع أهلا وسهلا باب المشاركة مفتوح في هذا الدعم للموقع نتمنى لكم كل التوفيق الفضل ونعتبر إن شاء الله هذه المقابلة يعني مرجع تسويقي للموقع ولكل من يعني حاب أن يتعرف عليه وعلى الخدمات اللي يقدمها لأنه وايد مهم بالنسبة لنا أن يصل للأشخاص ذا والإعاقوا ويكون مساند لهم ولمنتقاتهم ونفس الشيء يوصل كذلك للعامة في أنهم يدخلوا للموقع ويستفيدوا من المنتقات هم استفادوا من المنتقات الموجودة وفي نفس الوقت كانوا داعمين لهذا الفئة بالطريقة الراقية اللي تسعولها وهي إيقاد منصة لمنتقاتهم وليس عن طريق أحيانا الدعم المباشر فإن شاء الله يستمر هذا الجانب ويترك لك المساحة الأخيرة كذلك أود أضيف شيء حال أخواني ذوي الإعاقة وأي شخص في عندنا مكتب نقل التكنولوجيا معني بدعم الطلاب من القانب التقني والقانب التجاري والقانب القانوني حال أي حد عنده فكرة موجود عندنا في القامعة التقنية وعلوم التطبيقية سواء من الطلاب من القامعة أو من خارج القامعة من أي فئة بإمكانه الاستفادة من الخدمات اللي يوفرها هذا المكتب ومقانية كذلك لكن يكون هناك في نسبة حال المكتب ونسبة حالهم لكن أنا أتمنى من الجميع أن يستفيدوا من هذه الخدمات خاصة أنها مفيدة كثير وبتساعدهم وتساهم في نقل نوعية في مشاريعهم بإذن الله تعالى ونتمنى إن شاء الله من كل الشركات والقهات اللي تتبنى هذه المسؤولية في أن يكون جزء من دعمها كذلك عن طريق دعم هذا الموقع في أنه يتوسع وكنا نتكلم قبل بداية اللقاء وإمكانية تطورة إلى تطبيق يسهل استخدامها إن شاء الله شكراً للفضل بارك الله فيك جعبك العافية وتحية لك ولجميع زملائك القائمين على هذا المبادر أحسنته يستحق بالشكر كذلك والتقدير على جهودهم وعلى اختيارهم كذلك لفئة الأشخاص ذو الإعاقة في أنهم يكونوا المنصة المخصصة لتسويق منتقاتهم وإن شاء الله حتى خدماتهم ويتطور ويتوسع هذا الموقع رغم بداياته هناك 25 مشترك فيه من الأشخاص ذو الإعاقة ونتمنى إن شاء الله أنها تكون مساحة متاحة لهم في التوسع في أعمالهم ومنتجاتهم بإذن الله تعالى مستمعين الأحبة نستمرين معكم من هنا من كوميكس 2023 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض